ازاي يوكا حبيبنا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي اجمل حال وفي سعادة دائما على طول ان شاء الله بمشاية الله ياريت يا جماعة عبري من التدري في فيديو وصلوا على النبي واذكروا الله لا لا لله محمد رسول الله النهاردة يا جماعة انا اتكلم عن النبات اللي انا احبه نبات جميل جدا نبات اليوكا نبات جميل بيعمل طاقة ايجابية روعة انا معظم النباتات اللي انا بحب اهتم بيها وكل النباتات عموما بتعمل طاقة ايجابية جماعة على تجربة حاجة جميلة في منتهى الرواعة نبات اليوكا ده انا كانت عندي شاتلة صغيرة حطتها فين في قصيس وقلبنا الطربة تقليل جيد زي ما انتو شايفين معنا كده بطريقة سهلة تابعوا معنا لاخر الفيديو عشان فيه كلام مهم جدا هنتكلم على على طرق العناية بنبات اليوكا عشان خاطر ما ينفعش ان انت تموت منك النبات النبات ده اول حاجة ما بيحتاجش الشمس ساطيع عليه ولازم ان تقلب الطربة تقليل جيد وبعد كده بتساوي الطربة نفسها زي ما انت شايفينه بتثبت الفرع نفسه اللي هو الشاتلة بتثبتها وبعد كده بعد ما بتساوي عندك الطربة وتزبطها في القصيس بتسقل مية وتفرج عليها جماعة بعد ثلاث اسابيع وماشاء الله كل شوية بشوية هتلاقي ايه ماشاء الله الاوراق كلها بتزبطت وتاني واعتني حاجة برضو هتلاقي اغضرت وماشاء الله تبقى تمامه عشر عشر نبات جميلة يا جماعة وبنصح كل المنازل تبقى عندها بيعمل طاقة جابية بيعمل سعادة وان شاء الله ويا رب يكون يوفق الجميع ان شاء الله والخير على الجميع ان شاء الله بماشاء الله واما حاجة بتحتاج المية كل او اسبوع مرة مية بسيطة وفي نفس الوقت ما بيحتاجش مية كتير يا جماعة ده نبات ما بيحتاجش الشمس الساطيع عليه زي من شايفين كده وحنا سعينا المية فيها ريت يا جماعة تعملوا لايك الجميل والاشتراك في القناة وتابعونا ان شاء الله وانتظروا فيديوهات جديدة ان شاء الله بماشاء الله بماشاء الله